أهلا بكم سنة ربعة ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنشرح ان شاء الله مع بعض الدرس الثالث عرض الخنافس المضيئة والدرس الرابع نقل المعلومات من المفهومة الثالث الضوء وحسة البصر الفصل الدرس الأول على قناة العلم والمعرفة عرض الخنافس المضيئة هو في خنافس بتنور أقولك آه في خنافس بتنور ودي بنقول عليها الخنافس المضيئة ودي بتعيش في بلد اسمها تايلاند يبقى بتعيش في بلد اسمها ايه تايلاند وبتحب خالص شجرة اسمها شجرة المنجروف يعني المكان اللي بتحبه خالص خالص في تايلاند شجرة اسمها شجرة ايه المنجروف طيب الخنافس دي بتنور ازاي أقول لك بيحدث حاجة اسمها تفاعل كيميائي جو جسمها الخنافس دي بتنور ازاي من حدوث تفاعل كيميائي داخل جسم الخنفسة نفسها تمام كده طب التفاعل كيميائي ده بيخلي أجنحتها بتنور طب هو كل الخنفسة بتنور لا أجنحتها بس اللي هي بتعمل ايه اللي بتنور كمان تتواصل الخنافس المضيئة مع بعضها من خلال إطلاق ومضاد ضوئية يبقى إذن الضوء اللي بيخرج من أجنحتها ده إيه سببه عشان تتواصل مع بعض عشان يتواصلوا إيه يتواصلوا مع بعض طبعا الومضاد دي بتكون على فترات منتظمة طب السؤال هنا ليه بتطلق الخنافس المضيئة الومضاد دي أقول لك أو ليه الخنافس بتنور أقول لك بتستخدم الضوء بتاعها في حاجتين رقم واحد للتحذير من أي حيوان مفترس يكون جاي وهي حسد بخطر يبقى إذن التحذير من قدوم أي حيوان مفترس أول ما تشوف حيوان مفترس جاي تعمل إيه تطلق هذه الخنافس الومضاد الضوئية أجنحتها بتعمل إيه تنور كده بتحذر إن في حيوان مفترس جاي هيعمل إيه ممكن يفترسنا تمام كده؟ رقم اتنين عشان تجذب الجنس الآخر من أجل التقاصر يعني الخنفساء الزكر بيعمل نور اللي هو إيه؟ الضوء ده ده عشان إيه؟ عشان يجذب انتباه الخنفساء الأنثى وممكن الخنفساء الأنثى تعمل النور ده عشان تجذب انتباه الخنفساء إيه؟ الزكر ليه؟ أقوله للتقاصر يبقى نقول تاني بتستخدم الخنفس المضيئة الضوء الصادر منها في حاجتين رقم واحد التحذير من قدوم الحيوانات المفترسة رقم اتنين جذب الجنس الآخر من أجل إيه؟ التقاصر يبقى ممكن يجي سؤال مهم إيه هو؟ يقولك إيه؟ كيفك استخدم الخنفساء المضيئة حواسها للتواصل طبعا إحنا عارفين إن الخنفس المضيئة بتستخدم حواسها للتواصل إزاي؟ أقولك تحذير من قدوم الحيوانات المفترسة كمان جذب الجنس الآخر من أجل التقاصر إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن فيه طرق للتواصل بين الكائنات الحية وشرحنا إزاي الدولفن بيستخدم خاصية تحديد الموقع بالصدى والخفاش برضو بيستخدم نفس الخاصية اللي هي إيه؟ تحديد الموقع بالصدى والحيتان الحدباء بتستخدم الأغاني تحت المية عشان تتواصل مع بعضها بحسا عن الغذاء أو إيه؟ أو التقاصر وكمان النمل بيستخدم حاسة الشم للتواصل طيب عايزين نعرف طرق التواصل عند الإنسان والحيوان الإنسان والحيوان يقدر يتواصلوا مع الأفراد الآخرين يعني الإنسان يقدر يتواصل مع الإنسان اللي زيه والحيوان يقدر يتواصل مع الحيوان اللي زيه بمعنى أنا ممكن أتواصل معك عن طريق الكتابة وممكن أتواصل معك عن طريق الهاتف المحمول يعني لو أخذت رقمك ممكن أكلمك يبو إحنا كده بنعمل إيه؟ بنتواصل مع بعض كمان ممكن أبعث لك رسالة عن طريق البريد الإلكتروني وممكن نتواصل عن طريق الموسيقى وكمان اللوحات الفنية وأخيرا ممكن أبعث لك رسائل عن طريق البريد اللي هي إيه؟ اللي هي البسطة دي اسمها طرق تواصل الإنسان يبقى نقول تاني طرق تواصل الإنسان زي إيه؟ الكتابة، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الموسيقى، اللوحات الفنية ورسائل البريد العادية عاوزين نعرف طرق تواصل الحيوان الحيوان بيتواصل ازاي مع قرينه الحيوان اقولك الحيوان ممكن يتواصل عن طريق تحديد الموقع بالصدق زي الخفاش والدولفن وكمان النمل ممكن يتواصل مع اخواته النمل عن طريق اصدار ايه اصدار رواقح طيب سؤال هل في طرق مشتركة بين الانسان والحيوان للتواصل اقولك ايوه في طيب ازاي ايه هي اقولك الصوت الصوت ده مشترك بين الانسان والحيوان يعني انا حاليا دلوقتي انا بكلمك ان احنا الاتنين كده هو تفاهمين بعض وبنتواصل مع بعض الحيوان برضو لما بيصدر صوت هو كده بيعمل ايه بيحاول ان هو يتواصل مع الحيوان الاخر يبقى اذا الصوت ده مشترك بين الانسان وايه والحيوان كمان في حاجة تاني مشتركة بين الانسان والحيوان اللي هي ايه الضوء ده كمان مشترك بين إنسان وايه والحيوان زي إشارات المرور ده ضوء تمام كده احنا فاهمين إن الأحمر ايه فايدته والأخضر ايه فايدته والأصفر ايه فايدته كمان الخنافس المضيئة بتوصدر ايه الضوء يبقى إذا في تواصل عن طريق الصوت وعن طريق ايه الضوء مشترك بين الإنسان وايه والحيوان الدرس الرابع نقل المعلومات احنا عارفين إن الإنسان ليه كم حاسة برافو عليك لخمس حواس وهم ايه البصر والسمع والشم والتزوق وكمان ايه اللمس يبقى كم حاسة خمس حواس احنا بنستخدم الحواس دي عشان نتواصل مع الآخرين ازاي هقولك او هديلك مثال لما حد بيندع عليك وانت ماشي في الشارع انت بتعمل ايه بترد عليه طب ايه اللي خلاك انتبحت ورديت عليك ايه اقولك المخ ليه لان الازن ارسلت رسالة الى المخ والمخ راح فسرها وادالك امر برد الفعل يعني هو اللي قالك رد وكمان عطاك الرد يعني قالك قول ايه يبقى الازن عدو السم بتجمع المعلومات عن طريق الطاقة الصوتية وكمان العين اللي هي اعتبر عدو البصر بتجمع المعلومات عن طريق الطاقة الضوئية طيب احنا عايزين نعرف امثلة للمعلومات اللي بتستقبلها العين زي ايه مثلا زي صديق مثلا بيشاور لك من بعيد عاوز يرسل لك تحية يعني واحد بيرفع لك ايده كده تمام من بعيد وبيرسل لك تحية دي حاجة دي حاجة الحاجة التانية لما بتشوف اللون الاخضر في اشارات المرور ده بيعبر عن ايه بيقولك اعبر الطريق فطبعا بتعد الطريق عادي صح كده طيب كمان لو واحد تايف في البحر بيعمل ايه بيستخدم حاجة اسمها شعلة انقاذ عشان حد يشوفه ويروح يعمل ايه يروح ينقذه وزمام خالص كانوا بيقيدوا النار طب بيقيدوا النار ليه عشان يتواصلوا مع بعض على مسافات ايه على مسافات بعيدة وفي رحالة الرحالة اللي هما بيقوموا برحالات مثلا في الغباة بيقوموا برحالات في الجبال احيانا بيضلوا الطريق يعني بيتوهوا طيب هما بيقوموا معهم ايه معهم مراية المراية دي بتعمل ايه بمجرد من الطيارة الهليكوبتر بتعدي عشان بتبحث عليهم بتدور عليهم هما بيسلطوا المراية دي تعلمين على الطيارة الهليكوبتر الطيار اللي موجود في الطيارة الهليكوبتر اللي هو قائد الطيارة بيعمل ايه بيشوفوا انعكاس الضوء فبيعرف ان ايه ان الراجل اللي هو بيدور عليه موجود في المكان ده فبينزل وبياخد الراجل وبيعمل ايه وبينقذه الشفرة الشفرة دي يعني إشارة أو نمط يبقى إذن الشفرة هي إشارة أو نمط وأي شفرة ليها معنى والشفرة مين اللي بيستخدمها أقولك اللي بيستخدمها مين الإنسان يعني ما فيش أي حد يعرف يستخدم الشفرات إلا مين إلا الإنسان ودي بتستخدم ليه أقولك لنقل المعلومات يبقى أنا كده عرفت الشفرة اللي هي نمط له معنى يبقى الشفرة إيه هي أقوله نمط له معنى طيب إيه هو النمط أقولك الشفرة ليها أنماط كتيرة زي إيه زي الرموز والأرقام والحروف والضوء والصوت كل دي أنماط لمين أنماط للشفرة أعضاء الحس اللي هي العين والأذن واللسان تمام كده؟ مثلا دي بتستقبل الشفرات وبترسلها إلى المخ والمخ بيعمل إيه؟ بيترجمها ويفسر معناها يبقى أنا عرفت الشفرة إيه هي الشفرة؟ أقوله إيه؟ أقوله نمط له معنى تاني إيه معنى الشفرة؟ أقوله نمط له إيه؟ معنى إيه؟ يبقى الشفرة دي عبارة عن إيه؟ إشارة أو نمط عاوزين نعرف أمثلة على الشفرات زي إيه؟ أقولك زي مثلا تعبيرات الواجهة لما تكون مبتسم دي شفرة دي بتدل على إيه؟ على السعادة طب لما تكون مكشر برضو دي شفرة دي بتدل على إيه؟ الزعل أو الغضب الشفرة التانية اللي هي إيه؟ زي اللغة ودي شفرة بس في صورة أصوات ليه؟ لنقل المعلومات يعني أنا وإنت دلوقتي بنتكلم مثلا لغة عربية إحنا فاهمين بعض إحنا فاهمين إيه؟ بعض أنا بنقولك معلومات عن طريق مين؟ عن طريق اللغة يبقى الشفرة التانية اللي هي إيه؟ اللغة كمان في شفرة اللي هي الكتابة الكتابة؟ آه طبعا الكتابة دي شفرة لما بتكتب الحروف مع بعض مش بتطلع كلمة والكلمة دي بتحمل إيه؟ بتحمل معنى يبقى الكتابة شفرة كمان الأصوات أو الموسيقى دول بنستخدمهم في إرسال المعلومات أو الرسائل دي برضو شفرات أضواء المنارات دي شفرة دي طبعا مع مين؟ مع البحارة وكمان دي بتخبرهم بمواقعهم فين؟ في البحر يبقى إذن عرفت كده؟ من خلال أنماط الشفرات إن ممكن تكون الشفرات بسيطة زي واحد بيرفع إبهامه الأعلى يعني حاجة كويسة أو بيخفض إبهامه الأسفل طبعا ده حاجة إيه؟ حاجة مش كويسة تمام؟ أو إشارات المرور دي اسمها الشفرات إيه؟ البسيطة فيه شفرات معقدة يعني إحنا بنقول إن ممكن تكون الشفرات بسيطة زي واحد بيرفع إبهامه الأعلى أو بيخفضه الأسفل أو إشارات المرور دي اسمها إيه؟ شفرات بسيطة طب الشفرات المعقدة زي مين؟ أقول لك زي اللغات زي الإنجليز الفرنسيوي الصيني الألماني دي اسمه إيه شفارات معقدة بكده حرير قلبي ننتهي من شرح الدرس الثالث والدرس الرابع من المفهوم الثالث الضوء وحسة البصر بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة ولو الفيديو عجبكم اضغطوا على زر إعجاب وممكن تعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من زمالكم وإلى اللقاء حبيبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته